هل كما ذكرت عجز العالم والمجتمع الدولي والعرب عن إيجاد حل لقطع أذرع إيران في المنطقة العربية أقل ما يمكن أستاذي حقيقة لو منطلق احنا تحصيننا ضايف تحصيننا ذاتي ضايف وبنفس الوقت في عندنا درجة من العالية أنا باعتبرها من الأخلاقيات اللي تمنع عليك التعدي تمنع عليك القتل تمنع عليك المعاملة بالمثل يعني هل سمو الأخلاقي العربي أستغل وسيد عمر قال لست بالخب وليس الخب ويخدعوني يعني لو لم يتمثلوا العرب هذه القيام ما انتشروا عالميا وصدوا عدوان يعني حالية الجمون السلبي عند العرب كبيرة نحن متلقون متلقون ومتلقين متلقون لكل منتج لكل فكر يعني ساحة مباحة أستاذي لو عدنا شوي للتاريخ بريطانيا كيف سيطرت على العصين بحرب الأفيون فقط بحرب الأفيون احنا اليوم في الكبتاغون حسن نصر الله وفي كبتاغون الخامنائي وفي كريستال ما بار شو الأسماء وفي أسلحة وفي دعارة المنطقة مباحة بكل أنواع التقرير الأوروبي أستاذ والله شيء مخجل تقرير ألماني بعد دور الدعارة التي يديرها حزب الله في ألمانيا أكثر ما تديره الشركات الألمانية يعني شيء عجيب إضافة للمخدرات التقرير الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي تجارة سوريا من المخدرات السنة الماضية تجاوزت يلي وصل للأسواق سبع مليار دولار هذا لا يكون له تأثير على النظام الاقتصادي العالمي لا لا طالما تدور الدائرة وتنعكس على المجتمع العربي الإسلامي السني بنسبة 70% أو 80% لا بأس الضحايا ليس لها قيمة يعني يروح شوي إلى هولندا شوي إلى الشمال إسكندنافي يبيوا بالشوارع ضمن استهلاك يومي ترجمة نانسي قنقر